اشتركوا في القناة وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى بعدها ناقش المجلس المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1999 بإنشاء الشركة نفط البحرين وقرر المجلس الموافقة على رد التقرير إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة في الجلسة ناقشنا موضوع السياحة والتنظيم السياحة والجزاءات والمخالفات التي يمكن أن تكونها بعض الممارسين في هذا المجال نحن نؤيد هذا المشروع الذي سوف ينظم السياحة التي افتقدناها من فترة طويلة تراجع السياحة نحن نتمنى إن شاء الله بهذا المرسوم يكون هناك طابع آخر السياحة يكون تنظيم أكثر بالذات البحرين بقان ملائم للسياحة جاء اليوم المرسوم بقانون بشأن إنشاء شركة نفط البحرين بابكو جاء هذا المرسوم لتقيير اسم الشركة بما يتماشى مع الشركات العالمية التي تعمل في نفس النشاط ليصبح بابكو للتكرير ارتأت اللجنة إلى سحب المشروع وتأجيل إلى مدة أسبوعين لمزيد من الدراسة ولحين تواجد الوزير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر